أقيم تحت رعاية سمو اللواء أركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي في قاعدة عيسى الجوية حفلة استقبال وتكريم لعدد من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية عادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد أناب سموه اللواء أركن حمد خليفة أنعيمي نائب قائد الحرس الملكي لاستقبال وتكريم مجموعة قوة الواجب الخاص وخلال الاستقبال قام نائب قائد الحرس الملكي بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدل قائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون بهم من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية حضر الاستقبال على دم من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر